ميناء طنج المدينة يسعيد حيويته بعد سنتين من توقف الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا وبعد مضي أسبوع على عودة رحلات المسافرين بين طنج والجزيرة الخضراء جاء الدور يوم أمس على السئناف حركة مرور السيارات بين الضفتين السئناف كان وقعه إيجابيا في صفوف المغاربة المقيمين بأوروبا نفس الدينامية تسجل بالدفة الأخرى في ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا حركية غابت عن هذا الميناء المهم طوال سنتين كاملتين اليوم لا وجهة تعلو هنا عن وجهة طنج المدينة شركات النقل البحري استأنفت نشاطها تدريجيا بعدما شرعت خلال الأيام الماضية في نقل المسافرين بدأت حاليا في نقل السيارات يوميا هناك ست رحلات بحرية بين ميناء الجزيرة الخضراء وطنج المدينة هذه العودة تساهم في استرجاع الدينامية التي افتقدناها خلال السنتين الماضيتين خصوصا مع جائحة كورونا عودة الحياة لحركة المسافرين بين ميناء أيطنج والجزيرة الخضراء ثامرة الزخم الجديد الذي تشهده العلاقات بين المملكتين المغربية والإسبانية على إثر الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة الإسبانية للرباط والبيان المشارك بين البلدين ومن المرتقب أن تشهد حركة المسافرين هذه دينامية أكبر مستقبلا مع بدء الاستعدادات لعملية مرحبة بين البلدين